وخلال المؤتمر الصحفي بمجلس الوزراء أوضح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الأرقام الأولية بحجم الصدرات المصرية لعام 2022 ارتفعت إلى 53.8 مليار دولار بالنسبة زيادة تقترب من 20% رغم التحديات التي وجهتها الصناعة والإنتاج وأكد مدبولي أنه لو لا الظروف الاستثنائية في عام 2022 لكان الرقم قد تضعف مشيرا إلى أننا نسير في الطريق السليم ولفت رئيس الوزراء لأن واردتنا غير البترولية كما هي مثل العام قبل الماضي 2021 بقيمة 80 مليار دولار نتيجة للسياسة الترشيدية للحكومة أننا أقول لحضراتكم الرقم المبدئي أننا صدرات مصر ارتفعت إلى 53.8 مليار دولار بالمقارنة حضراتكم تتذكروا السنة اللي قبلها كنا 45 يعني تقريبا نسبة زيادة تقترب من 20% وده بالرغم من كل التحديات اللي وجهتها الصناعة في مصر والإنتاج في مصر في عام 2022 والظروف الصعبة اللي احنا وجهناها ولكن الأرقام والمؤشرات الأولية بتقول لنا هذه الأرقام وده بيؤكد أن بالرغم يعني وده اللي أنا عايز أقوله أن يمكن لو لا الظروف الاستثنائية الصعبة اللي احنا عدينا فيها في 22 كان الرقم كمان حيبقى أعلى من كده ولكن مع كل ده برضو احنا ماشيين في الطريق السليم من أن كل سنة بنتزايد الصادرات المصرية بأرقام جيدة جدا وبنسب ليست بالقليلة يعني عم نتكلم في 20% لكن الرقم المهم أن أيضا واردتنا الغير بترولية وأنا بأكد عليها هو نفس الرقم اللي كان موجود في 21 في حدود 80 مليار وحتوقف عند النقطة دي مهمة جدا احنا في 22 ووجهنا بارتفاع شديد جدا في أسعار سلع كبيرة زي الوقود والأمح وكل المستلزمات الزراعية اللي احنا بنستوردها من الخارج السلع والحاجات الزراعية ومع ذلك فطورة الواردات كرقم هو هو ده معناها أن احنا بدأنا فعلا من خلال خطة الترشيد وخطة يعني مراجعة وحوكمة موضوع الواردات الكميات نفسها قلت اشتركوا في القناة